اشتركوا في القناة تقسيم الكائنات الحية طب هل ينفع اقسم الكائنات الحية كده طبعا فيه قصص معينة علشان ابدأ على اساسها ابدأ اصنف واغسم الكائنات الحية خدنا قبل كده في بداية المنهج بتاعنا ان الكائنات الحية تتكون من الكائنات الحية زي الانسان بتكون من مجموعة من الاجهزة والجهاز كان بتكون من مجموعة من الاعضاء والعضاء والعضو يتكون مجموعة من الانسجة والانسجة تتكون من مجموعة من الخلايا معنى كده ان الخلية هي وحدة بناء الكائن الحية الخلية هي وحدة بناء الكائن الحية الكائنات الحية متشابهة مع بعضها في اللي هي العمليات الحيوية زي تنفس الإخراج الإحساس تقاصر كل ديات صفات تتشابه فيها الكائنات الحية سواء كانت وحيدة الخلية أو عديدة الخلية طيب ما الكائنات بتختلف عن بعضها فين في بعض الحاجات المعينة زي أول حاجة الشكل والتركيب أنا عندي مثلا القطة مش شكل الكلب مش شكل الحمار مش شكل الحصان يبايازا هنا الشكل نفسه بيختلف الأسماك مختلفة عن تركيب الإنسان يبايازا عند الشكل والتركيب ده أول حاجة بتختلف فيها الكائنات الحية عند الحاجة التانية اللي هي طريقة المعيشة يعني طريقة المعيشة فيه كائنات بتتعيش على البر فيه كائنات بتطير فيه كائنات بتتعيش تحت الميا يبايازا هنا طريقة المعيشة نفسها مختلفة طريقة التغذية نفسها هل كلنا بناكل زي بعدنا طبعا لا فيه كائنات تتغذى على الأعشاب زي البقر والجموس فيه كائنات تتغذى على اللحوم فقط زي الأسد أو النمر فيه كائنات متنوعة الغذاء يعني بتأكل لتنين زي الإنسان فيه كائنات تانية حاجة اسمها كائنات مترممة هناخد الكلام دم دم شوية فيه حاجة اسمها كائنات اللي هي متكافلة تمام؟ عند كيفية التقاصر التقاصر نفسه برضك بيختلف على حسب نوع الكائنات الحية سواء تقاصر جنسي أو تقاصر لجنسي طبعا الكائنات الحية عددها بالملايين بالمليارات وبالتالي العلماء بدأوا يحاولهم يصنفهم ويقسموا الكائنات الحية علشان سهولت دراسة هذه الكائنات بنشبه الكلام ده كان عندي مجموعة من الكتب عندي في البيت بابدأ أقسم كل نوعي الكتب معينة الكتب اللي هي الدينية الوحدة الكتب العلماء الوحدة بحيث أن أكون أعاوز كتابه ولا حاجة يكون سهل علي أن أنا أوصل للكتاب ده بمنتهى السهولة زي المدرسة اللي أنا قاعد فيها لو باباك ولا حاجة أحب يجيبك من المدرسة طبعا هيجيبك بمنتهى السهولة عشان هيقول أنت مثلا في سنة تانية تاني نفترض إنما لو كاتل المدرسة كلها على بعضها أولى ثانوة مع تانية ثانوة مع تالتة ثانوة كلهم مع بعض في مكان واحد هيكون طبعا صعبة جدا من نسبة لي أن نوصل لشخص معين بنبدأ أول حاجة كده نعرف يعني عملية التصنيف عملية التصنيف معناه طبعا فيه حاجة اسمها عملية التصنيف وحاجة اسمها علم التصنيف فأول حاجة اللي هي عملية التصنيف زي ما احنا شايفين كده قدامنا عملية التصنيف معناه ترتيب الكائنات الحية في مجموعات طبعا احنا مش هنحفظ أي حاجة لأن احنا نخش الامتحان معنا الكتاب فأهم حاجة نفهم العملية مش هزي ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها بحيث يسل دراستها والتعرف إيه عليها يبقى أنه هدف عملية التصنيف أننا يكون سهل على علماء دراست هذه الكائنات الحية والتعرف عليها فيه عندنا حاجة تانية حاجة اسمها علم التصنيف ده عبارة عن علم بيهتم بتصنيف الكائنات الحية فقط دي مهمته يبقى العلم الذي يهتم بتصنيف الكائنات الحية فيه مجموعات على أسس علمية يسمى علم ايه علم التصنيف طيب هل التصنيف له أهمية طبعا له أهمية دي السعيدينه من شوية أنه بيسهل دراست الكائنات الحية وأننا تعرف عليها بمتازه سهولة ممكن أضيف كائن حي جديد عندي لما اكتشف كائن حي بابدأ أضيفه إلى المجموعة بتاعته الممتازه سهولة اللي طبعا بردك علم التصنيف ده فيه بعض الفروع العلمية تانية هي بتستفيد منه فيه عندنا حاجة مهمة جدا اللي هو النوع كنا اخذناه قبل كده سنة ألفة ترتاعة دادي النوع معناه مجموعة من الأفراد لها صفات مرفولوجية متشابهة يعني صفات مرفولوجية لها الصفة الخارجية شكل الكائن الحي من بر رأيه يبا إذا المجموعة من الأفراد لها صفات مرفولوجية متشابهة وشرط التاني عنده هنا ده أول شرط عندي بشكلها الخارج متشابه الحاجة التانية تتزاوج فيما بينها طيب لما تتزاوج فيما بينها اللي يحصل تنتج أفراد تشبهها يبا هنا الفرد الناتج شكل الأب والأم وشرط التالت عنده هنا لازم يكون الفرد هنا اللي هو خصب خصب يعني يعني له القدرة على الإنجاب يعني غير عقيم ده تعريف مين تعريف النوع فيه ممكن يقول لي سؤال لو جالي في سروا التعليم لو قال لي في بعض الأفراد لا يطلق عليها مصطلح النوع طبعا هناكس الكلام اللي نحن نسألينه هقول لأنها أفراد ليس لها القدرة المراضي على التزاوج وفي نفس الوقت هنا بيكون بتنتج هنا اللي زي ما نقولنا أفراد اللي هي عقيمة فيه عندنا بعض الكائنات ما قدرش أطلق عليها اسم النوع طب لي الشكل اللي هو الشكل اللي هو على أيدي اليمين ده ده عبارة عن الباغل اللي احنا منشوفه الباغل ده بينتج نتيجة مين تزاوج اللي هو زكر الحمار مع أنسى الحصان زكر الحمار مع أنسى أيه الحصان بينتج فرض الفرض اللي هو قدامي ده اسمه الباغل الباغل ده فرض عقيم عقيم يعني ليس لها القدرة على الإنجاب تمام وبالتالي هنا ما قدرش أقول على الباغل ده نوع الصورة اللي هيدي الشمال ده عبارة عن حيوان اسمه تايجون التايجون التايجون ده حيوان بينتج من تزاوج زكر النمر مع أنسى الأسد زكر النمر مع أنسى أيه الأسد طب هل ده نوع لا احنا قلنا النوع عشان أقول عليه نوع لازم هنا أول حاجة الشكل الخريج يكون متشابه للأب والأم الحاجة التانية أقولنا بينتج فرض خصب غير عقيم ولا القدرة على التزاوج يبايزن ديت اللي هي الأفراد اللي هدامي سواء الباغل أو التايجون دي أفراد ما قدرش أقوله على هاي نوع ليست نوع لو قال لعل ليه أقوله لأنها تنتج أفراد غير قادرة على التزاوج والتقاصر والأفراد ديت عبارة أفراد عقيمة العلماء بدأوا يلجأهم إلى حاجة اسمها التسمية السنائية للكائن الحي يعني يعني أي كائن حي عندي هسميه بإسمين طب ليه أول اقترح هذا موضوع عالم اسمه قارليليونوس يبقى قارليليونوس هو أول من وضع التسمية السنائية احنا عارفين في حاجة اسمها اللغة الدارجة اللغة الدارجة يعني نفس الحاجة ممكن تسمى في أكتر من مكان أو أكتر من دولة بتزا اسم تمام وبالتالي هنا العلماء بدأوا يلجأهم إلى من إلى التسمية السنائية علشان هنا يكون اسمه موحد في جميع دول العالم التسمية السنائية بيكون باللغة اللاتينية باللغة اللاتينية طيب اش معنى اللغة اللاتينية لأن اللغة اللاتينية في ناس قليلة جدا في العالم بتتكلم بيها وبالتالي هذه اللغة غير عرضة للتحريف غير عرضة للتحريف ما بتتغير ش اللهجة بتاعتها من مكان لمكان تمام يبقى احنا تفانى دلوقتي الاسم اللي عندي هيكون باللغة مين اللاتينية واللمي كتب يبقى اول شرط عندي بيكتب بلغة اللاتينية الشرط التاني انه مين كتب بحروف مائلة علشان اميزه عن بيئة الكلمات اللي هي حوالية يبقى اللغة اللاتينية بيكتب بحروف مائلة يبقى مثلا احط تحتي خط يبقى اذا بحط تحتي خط علشان اميزه عن الكلمات اللي هي موجودة حوالية احنا قلنا عبارة عن اسمين اي كان حي عبارة ايه عبارة عن اسمين الاسم الاولاني بكتبه كابتل وبيكون الحروب بتاعته كبيرة قلنا كابتل يعني حروف كبيرة وبيكون ده بيدل على اسم الجنس يبقى الاسم الاولاني بيدل على اسم الجنس بكتبه قلنا ايه حروف مين كبيرة الاسم التاني اللي هو اسم النوع اسم النوع وده بكتبه بحروف صغيرة اسمول تمام يبقى ايه كان حي عندي بكتبه باسمين الحروب بتاعت قلنا لغة لاتينية بحط تحتها خط او بكتبه حروف ميلة عشان اميزه عن اللي هي الكلمات اللي هي حواليه الاسم الاولاني قلنا بيدل على اسم الجنس بيكتب كابتل الاسم التاني اللي هو اسم ايه اسم النوع قلنا بيكتب بحروف مين اللي هي اسمول بنكلم بعد كده على حاجة اسمها التسلسل الهرمي للتصنيف التسلسل الهرمي للتصنيف عند حاجة اسمها اللي هي مستويات التصنيف ومستويات التصنيف عند الكائنات الحية في سبع مستويات عند هنا اكن الهرم بس هرم مقلوب هبدأ بالكبير من فوق وكل منزل اللي تحت بنزل ايه للقل فانا عند هنا بتبدأ بيبدأ هنا التسلسل عندي بحاجة كبيرة جدا اللي هي المملكة المملكة عند مملكة نبات مملكة حيوان دي اكبر حاجة عندنا ودي طبعا دي بتضم هنا اللي هي مجموعة من الشعب يبقى اعلى مستويات اكثر مستويات اكتر الكائنات موجودة في مين في المملكة دي بتضم اللي هي اكتر يعني قاعدة الهرم فوق كل ما هنزل اللي تحت وكل ما العدد هيقل معايا اللي أقل من المملكة او اللي تحت مملكة حاجة اسمها الشعبة والشعبة دي تنا بتشمل اللي بعدها مين اللي بعدها اللي هي الطائفة يبازا الشعبة بتشمل مجموعة من الطواقف نيجي للطائفة الطائفة بيتيجي بعد مين بعد الشعبة طب مين اللي بعد الطائفة حاجة اسمها الرتبة بمعنى كده ان الطائفة تضم مجموعة من الرتب نيجي للرتبة مين اللي تحت الرتبة حاجة اسمها اللي هي الفصيلة او بسمها العائلة طيب يبقى معنى كده الرتبة عبارة عن مجموعة من الفصائل تضم مجموعة من الفصائل هنجي للفصيلة او بسمها العائلة مين اللي بعدها اللي هو الجنس طيب يبقى معنى كده الفصيلة هي معنى ايه? عباره عن تشمل مجموعة من الاجناس. نيجب ليه الجنس مين اللي بعد الجنس؟ اللي اخر حاجة اللي احنا لسه عرفاننا من عرفانا من شوية اللي هي مين النوع. يباى اذن الجنس عبارة عن مجموعة من الانواع يباى دايما مناخد الحاجة اللي بعدها وده دا دايما الحاجة اللي هي في الاول بيكون اكبر من اللي بعدها. احنا قلنا هرم مقلوب زو ما احنا اتفقنا. احنا بينتج لفرض بيشبه مين الاباء بيكون له القدر على ايه تزاوج بيكون فرض ايه خصب ازا ما احنا قلنا يعني غير عقيم ساعت بحط في النص بين المستويات اللي عندي السبعة دولات طبعا دول عددهم سبعة زا ما احنا شفنا مملكة واحد شعبة اتنين طائفة تلاتة ردب اربعة الفصيلة خمسة جنس ستة النوع ايه سبعة دول سبعة مستويات ساعت بحط تحت الردبة يعني بين الردبة وبين الفصيلة بحط بيكون عنديش مجموعة من الكائنات ففي الحالة دي اتنها بسميها اللي هي تحت ردبة تحت ردبة تمام طيب ممكن يكون عندي بين مثلا اللي هي بين الطائفة وبين الردبة عندي فيه مجموعة من الكائنات فبسميها طائفة او بسميها اللي هي تحت طائفة يبقى ازا ممكن تكون في حاجة في النص بين الحاجتين المستويين دولتنا بسميها على حسب اللي هي موجودة من مين سواء حاجة اسمها شعيبة أو حاجة تحت اسمها ايه اللي هي طائفة على حسب اللي هي تحت طائفة أو تحت ايه تحت شعبع في بعد كده عندنا حاجة اسمها للمفتاح التصنيفي المفتاح التصنيفي يعني مفتاح تصنيفي دي عبارة عن سلسلة من الاوصاف بوصف الكائن معين لحد ما اصل في الاخر الى معلومات اللي انا اعوز ادور عليها بالنسبة لكائن ده يعني نبص كده على المثال عشان نفهم افضل يعني مثلا هنا المثال اللي هو قدامي لو فيه عند حشرة والحشرة اللي عند دي عاوز اصنفها هصنف ازاي والله هقسم الحشرة اللي عند دي عاوز لحجم الاتنين يامتا عديمة الاجنحة ما عنداش اجنحة يامتا عندها اجنحة زات اجنحة يبايزا لو عند حشرات هيسمى الحاجتين عندها اجنحة بسميها زات اجنحة يامتا عديمة مين عديمة الأجنحة والله لو هي عديمة الأجنحة هتكون اللي هي زي النمل يبقى خلاص كده عرفت مين اللي قدام ده طب نفترض ان هي عندها أجنحة بقى لو هي عندها أجنحة يطرى الأجنحة دي تالي عندها هل هي زوج واحد من الأجنحة ولا زوجين من الأجنحة طب لو هي زوج واحد من الأجنحة هل الرجلين الحشرة الرجلين الحشرة اللي هي قدامي هأقصر من جسمها زي الزبابة ولا أطول من جسمها زي اللي هي البعوضة اللي هي النموسة طيب كلام دا لو هي كان عندها ايه زوج واحد فقط من الأجنحة طيب نفترض لو هي عندها زوجين من الأجنحة يطرى الاجنحة اللي هي عندها هي الزوجون ديت يطرى هل مغطاة بحراشيف ناصعه احنا ما نيجي نبص كالء على الفراشة باللى الألوان بتاعتها جميلة جدا دي بسميها اللي هي حراشيف طيب يبقى معنى كده ان هي الفراشة ولا الأجنحة بتاعتها اللي هي بيكون شفافة زي اللي هو أبو المؤسس أو بسمين اللي هو الرعاش يبقى احنا كده بدأنا بحاجة عامة كبيرة وبدأت أخذ تفاصيل تفاصيل لحد ما في الآخر موصلت مين للكائن الحي اللي أنا عاوز أصنفه يبقى إذن المفتاح التصنيفي عبارة عن سلسلة من الأوصاف زي ما احنا اتفانا متر التبع في أزواج يطر عنده أجنحة ولا لا يبقى إذن دايما كل حاجة عندها أزواج اللي كان عندها أجنحة هل هي زوج واحد ولا زوجين بتقود المستخدم في الآخر اللي أنا معايا المفتاح دا إن أنا هاوصل لمعلومات عن مين على الكائن دا طب هل الكلام دا لقوة أهمية طبعا لقوة أهمية طبعا أهميته بالنسبة لهنا إنه يساعد علماء اللي هي الأحياء اللي هي التعرف على نوع الكائن اللي هو باكتشفه نفتقد العلماء يكتشفه كائن معين هيكون معهم مفتاح تصنيفي من خلال هذا المفتاح التصنيفي هيبدأوا يعرفوا مكان الكائن اللي هم اكتشفوه يحطوه في مكانه الصحيح في مستويات للمفتاح زي ما احنا تفانا كل قلنا كل اختيار له صفين له وصفين يعني مثلا زي ما احنا لسا قلنين هل هو عنده أجنحة ولا عديم الأجنحة تمام؟ وصفين هوا هل هي الأجنحة زوج واحد ولا زوجين؟ يبقى دايما كل حاجة لها إيه؟ لها وصفين لحد ما في الآخر بصل مين إلى الكائن الحي كي رب يكون فيه نا ترجمة نانسي قنقر